يعتبر عام 2021 عام مثمر ومليء بالإنجازات والمشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى والتي تسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية والواعدة للمواطنين في مملكة البحرين نعم وتعتبر هذه الإنجازات نتاج عمل جماعي وبروح الفريق الواحد فريق البحرين الزميلة ريم جناحي تستعرض في التقرير التالي أبرز المشاريع التي تم افتتاحها خلال العام الجاري شهدت مملكة البحرين في عام 2021 افتتاح العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية والتنافسيتها وخلق فرص نوعية وعدة لأبناء الوطن وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكان أبرزها في قطاع النقل واللوجستيات مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي والذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف المبنى القديم أما في قطاع الصحة فقد تم افتتاح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب كما تم افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين نظير إنجازات البحرين في القطاع الصحي وفي قطاع الصناعة تمت توسعة الرصيف البحري في المرفأ التابع لشركة ألبا لتلبية الاحتياجات المترتبة على زيادة الإنتاج في أعقاب تشغيل خط الصهر السادس وفي قطاع البنية التحتية تم إنشاء شبكة كهرباء بضغط عال بمستوى 400 كيلو فولت لأول مرة في البحرين مكونة من عدة محطات وخطوط علوة على أعمال التطوير التي شهدتها مختلف الشوارع والتقاطعات الرئيسة وفي قطاع الإسكان تم إنشاء أربع مدن إسكانية جديدة وهي مدينة السلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وضاحية الرملي بينما تم البدء بتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة في نهاية عام 2020 أما في قطاع السياحة فقد تم افتتاح ساحل بلاج الجزائر ضمن مشروع تطوير بلاج الجزائر كأحد المشاريع الاستراتيجية للجنة الوزارية للعمار والبنية التحتية ومسرح الدانة باعتباره المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين والذي يأتي تلبية للطلب المتزايد على الفعاليات وتواصل مملكة البحرين الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطنة الخيار الأول في سوق العمل عبر جبلة من المبادرات التي تم تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها بإذن الله وفق ما وضعت لها من أولويات وبرامج شكراً جزيلاً لكم